أهلاً وسهلاً بكم أحبة الطلبة عدنا من جديد لنكمل أسلوب النفي من الأدوات التي تعمل عمل ليس أداة هي إن قبل أن نأخذ إن النافية العاملة عمل ليس لابد من معرفة أنواع إن عندما تسأل ما نوع إن عليك أن تميز بين إن النافية العاملة وغير العاملة وأنواع الأخرى لإن في لغتنا العربية خمسة أنواع أنواع إن نفس الشكل ولكن عليك أن تميز أول هذه الأنواع هي إن الشرطية إذن إن في لغتنا تنقسم إلى شرطية جازمة شرطية جازمة مثلاً إن تنصر الله إن تنصر الله ينصركم ينصر ينصركم انظر إن 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 تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويثبت أقدامكم هذه إن شرطية جازمة كيف هنا فعل الشرط مجزوم ينصر ينصركم جواب الشرط إن تنصر الله ينصركم إذن إن الشرطية الجملة الشرطية كما تعرفون تتكون من أداة شرط وفعل الشرط وجواب الشرط فعل الشرط تنصر جاء مجزوما وعلامة جزم حف النون لأنه من الأفعال الخمس الجواب إن تنصر الله ينصركم الفعل مفرد جاء مجزوما وعلامة جزمه السكون إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذن عندما تسأل ما نوع إن هنا أنظر إلى ما بعد إن الفعل جاء مجزوما إن التي تجزم تسمى إن الشرطية الجازمة وربما يسأل أحدكم ما علاقة إن الشرطية موضوعنا فيه بمعنى نحن تناولنا إن إذن لابدنا من معرفة أنواع إن حتى نجيب عن الأسئلة النوع الثاني زائد للتوكيد في موقع واحد فقط تكون إن زائد للتوكيد إذا وقعت بعد ما قال الشاعر ما إن يعينك غير عقلك وحده في موقف قلت به الأعوان إن بعد ما ماذا تسمى أحسنتم تسمى زائد للتوكيد وإذا أردت التأكد قم بحث فيها إن لم تؤثر فهي زائد ما يعينك هذه ما هنا نافية غير عاملة دخلت على الفعل المضارع أي زمن أي زمن نفت أي زمن أحسنتم نفت الحال إن الداخلة أفوا ما الداخلة على الفعل المضارع تخلصه للحال أي الحاضر نعود إلى إن إن بعدما ماذا تسمى زائد للتوكيد أحسنتم النوع الثالث نافية غير عاملة الآن دخلنا في موضوع النفي متى تكون إن نافية غير عاملة متى تكون نافية غير عاملة إذا دخلت على الفعل الماضي أو المضارع قال تعالى إن لبثتم إلا قليلا انظر إن لبثتم إلا قليلا انظر الفعل لبث فعل ماض هنا بمعنى ما ما لبثتم إلا قليلا فعل ماض هذه إن تسمى نافية غير عاملة وكذلك إذا دخلت على الفعل المضارع إن يدعون من دونه إن إن يدعون من دونه إلا إناثة انظر الفعل يدعون عزيز الطالب إن الداخلة على الفعل المضارع تنفي الحاضر كما هو الحال فيما النافية غير عاملة الداخلة على الفعل المضارع لا فرق من حيث الزمن إذن إذن ما هنا إن الداخلة اللي تكون بمعنى ما على الفعل الماضي أو المضارع ماذا تسمى نعم يا أحمد ماذا تسمى إن الداخلة على الفعل الماضي والمضارع أنتظر منك جوابا تسمى أحسنت يا أحمد تسمى نافية غير عاملة ولكن عند دخولها على المضارع تنفي الحاضر أي الحال إذن الآن عندي إن شرطية فعل الشرط جواب الشرط وعندي زائد للتوكيد الواقع بعدما ونا في غير عاملة الداخلة على الفعل الماضي أو المضارع نتناول الآن إن العاملة عمل ليس تناولنا في الجزء الأول ماء الحجازية العامل عمل ليس بشرطين الآن نتناول إن العامل عمل العامل عمل ليس بنفس شروط ماء أي ألا يتقدم خبرها على اسمها وألا ينتقدم فيها بإلا وهذه لم ترد في القرآن الكريم انتبه عزيز الطالب إن العامل عمل ليس لم ترد في القرآن الكريم أبدا قال الشاعر وهي في لغة ضعيفة قليلة إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل تعالوا معي لنكتب هذا البيت الجميل إن المرء ميتا بانقضاء حياته إن إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل ربما يسأل حاجكم لماذا كسرت النون لالتقاء الساكنين انظر إن المرء ميتا جاءت عاملة عمل ليس المرء اسمها ميتا خبرها إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل ما معنى ذلك يعني الإنسان عندما يموت بانقضاء الأجل هذا موت طبيعي ولكن الموت عندما يعيش ذليلا رحم رحم الله المتنبي إذ قال عش عزيزا وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود وسبقه إمامنا الحسين إذ قال إني لا أرى الموت إلا سعادة والعيش مع الظالمين إلا برم إذن نعود إلى البيت الشهاد النحوي إن هنا جاءت عاملة لماذا لم يتقدم خبرها ولم ينتقض نفيها إذن عندما تسأل ما نوع إن هنا إن أحد خيرا من أحد إن أحد خيرا من أحد لا يوجد أحد أفضل من الآخر إلا بالتقوى إذن هنا وردت إن نافي عاملة عمل ليس بنفس شروط ماء الحجازية ما بعد يعرض المرء اسم إن مرفوع وميتا ميتا خبر إن منصوب وعلامة نصبي الفتح الظاهرة على آخر إذا فقدت أحد الشرطين ماذا تسمى النوع الأخير إن نافي مهمله إن نافي مهمله متى تكون مهمله إذا تقدم خبرها على اسمها أو انتقض نفيها بإلا وهذه وردت في القرآن الكريم مرارا وتكرارا هكي المثلة على ذلك إن المهمله قال تعالى ما هذا بشرا إن إن هذا إلا ملك كريم قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم انظر إن عاملة أم غير عاملة أحسنت هذه مهملة لماذا لماذا أهملت انظر إلى أداة الحصر إلا هنا انتقض نفيها إذن إن الواردة في القرآن والداخل على الجمل الإسمية على الإطلاق أقولها على الإطلاق هي نافية مهملة ما سبب ذلك سبب ذلك إما انتقاض النفي بإلا كما في النص القرآني إن هذا إلا ملك كريم أو يتقدم أو يتقدم الخبر إن عليك إلا البلاغ إن عليك تقدم الخبر وانتقض كذلك إذن إن العامل عمل ليس تعمل بنفس شروط ماء الحجازية ولم ترد في القرآن الكريم وردت في بعض الأبيات الشعرية وبعض الحكم وهي لغة ضعيفة جدا يعني العرب لم تأخذ بها والدليل لم ترد في القرآن أما المهملة فما أكثرها في القرآن الكريم إذن إن عليك أن تعرف أنواع إن أول أنواع إن شرطية جازمة زائدة للتوكيد متى متى تكون زائدة للتوكيد بعدما نافية غير عاملة إذا دخلت على الفعل الماضي والمضارع عاملة عمل ليس بنفس الشروط ما إذا فقد تحد الشرطين تسمى نافية مهملة نافية مهملة نتناول أداة تعمل عمل ليس ولكن بشروط تختلف عن ماء الحجازية و إن هذه الأداة هي لا تعال معي قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص كم 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 أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين مناص أحبة أحبة الطلبة كم أهلكنا هنا كم هي خبرية كم خبرية ما الفرق بين الخبرية والاستفامية الاستفامية يستفهم بها عن عدد تمييزها مفرد منصوب أما الخبرية تفيد الإخبار وتكون بمعنى كثير وتمييزها مفرد وجمع مجرور يأتي بعدها مباشرة أو مثلا بعدها مباشرة كم من قرية أهلكناها هنا كم أهلكنا من قبل من قرن والتقدير كم من قرن أهلكنا فنادوا ولا تحين مناص يسأل أحدكم ما معنى مناص ما معنى مناص المناس يا محمد يا مصورنا الرائع المناس والمهرب نعم المناس والمهرب يعني ليس الوقت وقت مهرب عندما تقوم الساعة ويحشر الخلق من أوله إلى آخره لا مناص ذلك اليوم خصوصا الظلم تذكروا تذكروا هذا الكلام تذكروا قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نعود إلى آلاته وما أجمل هذه الأدات وربما تسألني من حقك مما تكونت تكونت من لا والتاء التنيث وقد يسأل أحدكم التاء ساكنة لماذا جاءت هنا مفتوحة لالتقاء الساكنين اللام الألف ساكن لا سكون حركت بالفتح و انطتنا هذه الكلمة اللي هي لا 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 تعمل عمل ليس لا تعمل عمل ليس ولكن بشروط تختلف تماما عن ماء الحجازية وإن شرطان أن يكون اسمها وخبرها اسمها وخبرها من ألفاب الزمان يعني حين وقت ساعة وأن يحدث أحدهما وفي الغالب يحدث اسمها انظر ولا تحين مناص حين خبر لا ت أين اسمها محذوف التقدير والله أعلم ولا تلحين حين مناص إذن لا تحبتي هذه العام العمل ليس ومن لا نذهب إلى أفاصل قصير فابقوا معنا اما اشت fitting لها قصير одном دور zlich انظر اشترك اشترك chunky اشترك plo ليا اشترك انظر انظر اشتركوا في القناة